موسيقى من بين المواضيع الكبرى الحارقة نتحدث على الفصفات اليوم فما حكاية دبكي تندب لما نتحدث على المجمع الكيميوي في لمضي الله هناك جزء وقع بنائه وسلم للدولة من 2016 لكن هناك اعتصامات انطلقت من 2011 لتحتم الرقم القياسي وتستمر حتى 2023 أي اعتصامات أي تسير أي إدارة كلها أسئلة إن شاء الله المسؤولين يجاوبوا عليها من بين الأطراف التي تحدثت على الفصفات الأستاذ الخلولي ما صار 25 جوليا طالبت بعسكرة قطاع الفصفات وقلت أن الفصفات ينخره الفساد ولا يمكن إصلاحه إلا بتولي الإدارة العسكرية تسير الفصفات فسر لي ليش وكيفاش هذا هو كما كنا نحكيه وروعه على القطاعات لكل كنا اليوم عملنا ندوى نحكيه على ارتفاع الأسعار وعلى الرقابة الاقتصادية والرقابة للعوانة للإدارة وكنا نروا بالحق معناتها نروا إذا كان نحن بش نبقاه نعملوا كان عليهم مهومة بركة ونعملوا على الإدارة المدنية وعلى اللعوانة نظومة فإنه ما نجفش نوصلوا الحل وما نجفش نعملوا حتى إجراءات انتعى مواجهة المهم هو كونه ما زالت هناك ناس ليه ما زالت ما هيش داخلة في العقلية انتعى على أساس أنه بالحق اليوم وقت للعمل ووقت للإجتهاد ووقت أنها تمشي تخدم خلنوا قعدوا في السجين تاع الفصفات فسر الفصفات الفصفات محمد احنا تناولناها الحقيقة وكنا قد حتى جاتنا ملفات زادة كيف كيف اللي هي كما قلت أنت تحكي حتى على فساد من الفين وواحداش حتى للفين وواحد وعشرين وحتى التوفى مع بعض المشاكل بالرغم أنه مشينا غاديك على عين المكان كقيادة لحراك لمسار خمسة وعشرين جويلة ورفعنا اعتصامات ورجعنا مكينة الفصفات تخدم وهذا موجود وكان عندنا إشكال قطارات اللي هي تنقل في الفصفات ومشينا حتى للمدير العام أو الرئيس المدير العام متاع شركة السكاك الحديدية ولقينا معها حل ووقع معناتها إخراجنا من هذه المشكلة ولكن ديما تبقى هناك مشاكل قديمة عالقة اللي هي ما زالت لم تحل بعد والحقيقة ما زالت زادة في إدارة الإدارة اللي هي اللي هي بتسيير الفصفات اللي هي كذلك ما زالت هناك دولة عميقة اللي هي ما زالت تتحكم في الوقات احنا اليوم هلاش طلبنا عسكرة مناطق الفصفات والحوض المناجم بصفة عامة وكل مناجم الفصفات لأنه كما قلت لك أول حاجة الساعة هي الثروة وطنية وثروة ذات أهمية وقيمتها معناتها كبيرة ونعتقد أنه لو يقع وضع يد الجيش والمؤسسة العسكرية على هذه الثروة وعلى الفصفات وتسييرها وإدارتها فأنه سنتقل ربما حتى عن القروض انتعى صندوق النقد الدولي وانتعى المانحين لأنها تصبح في اليوم تعطيك آلاف آلاف من الأطنان في الإنتاج وطبعا هذا هو عليه شهنة نطالب بهذه المساة خلينا نمشي بالقانون تقصد معتها إشراف الإدارة العسكرية تصبح المناطق المنجمية مناطق عسكرية ولا يسمح لدخول المناجم إلا للعاملين فيها أو بالترخيص المسبق وكذلك تأمين السكاك الحديد والمحطات تصبح تحت إشراف الجيش الوطني وبالتالي ما ينجمش كل واحد يجي يبني حيط على السكة ولا يسكرها وإلا يوقف قدام الطرعام باش ما يتعداش ونقعده بالسنوات الفصفات ما يخرج في اتجاه سخيرة وصفاق ريهوسي محمد هو الغاية اللي كنت أكبرين تدعو الغاية هو أنه نتجاوز الإشكاليات الموجودة ونتجاوز المشاكل نتعى الحزة الإضربات العشوائية نتعى الاعتصامات نتعى هالنقبات هذه المتغولة والتي هي كيف كيف وضعت يدها على المناجم هذه وتعتبر أنها هي الفاتقة الناطقة وهي اللي تحكم وهي اللي تسمي وهي اللي تحط شكون يخدم وهي اللي تحط البديجية وهي اللي تحط كذا هذا زادة كيف كيف هالإنفلات هذا وهالفوضى هذا نتعى النقبات لا بد أن يوضع له حد اثنين أنه عندنا زادة كذلك هناك أطراف أخرى شركات خاصة اللي هي قاعدة تتعامل مع أطراف أجنبية سواء في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأمريكية واللي هي قاعدة فما مادة تخرج من الفصوات اللي هي تشبه مادة الزابق اللي هي طبعا في قيمتها عندها قيمة مرتفعة وفي ثمنها مرتفعة وقاعدة فما الناس تجي في كل شهر وطبعا يسلموا لهم هالمادة هذه تحت الحيط ولا تذهب أموالها لا للشعب ولا لخزينة الدولة ولا نتمتع بها وإنما يتمتع بها اللي هي قاعدة تنجي اليوم الجيش كياها بتغاديكي يلزم بالحق الناس يدومها يوقفهم عند حدهم وطبعا يرجع الأمور إلى نصابها وفما نظامي واللي موجود يظهر لي كلمك منها كما تتعديش في الخفاء هذي رأوا أستاذ قانون ويعرف كل كلمة يتحمل المسئولية انتاحة وانا من خلال كنتي أطرح السؤال شنية المادة غالية الثمن التي يقع الاستلاء عليها من الفصفات ثم بيعها كيف ما يقول الأستاذ تحت الحين شكون الأطراف لتبيع شكون الأطراف لتشري وإذا كان هذا كل مش موجود أنت تتحمل المسئولية في نشر الإشاعات يا أستاذ نحن لنتكلم في فراغ وكما قلت لك نحن نتعلم أربع ملفات اللي هي موجودة لدى القضاء أربع ملفات انتاع فساد في الفصفات اللي هم اللي هما في العشرية السابقة فما حتى نواب كانوا هما اللي يتصرفوا في الفصفات وكانوا هما اللي عاملين شركات نقل وطبعا هما اللي كانوا تتعكي عليها مزجون هي شبكة كاملة من هما هذك النائب ومن هما الناس أخرين كيف كيف أنا كحكيت على المسألة دية لأنه لا نام ملف في ذلك لا نام ملف ولا نوثاق نحن يقولوا أنه بعد الرفيناج معناتها أو ما نعرفش بالعربية شنوه معناتها بعد ما يقع تتم الغسل واستخراج إلى المواد الأولى فما مادة اللي هي تتم في الأخير إخراجها وهي الحقيقة تتم بكميات قليلة ومش كميات كبيرة كما الفصفات معناتها في مادة خامة اللي هي مادة تشبه إلى مادة الزابق وتستخرج هذه من الفصفات بعد معناتها التطهير وبعد غسل وبعد كده هذه المادة طبعا لا تسوق في إطار مبادلات تجارية اللي هي تنتفع بها الدولة أو ينتفع بها معنات الخزينة العامة وينتفع بها الشعب وإنما تسوق في مسالك أخرى مسالك شركات خاصة تعالوبيات خاصة تتعامل مباشرة مع أطراف أجنبية مع شركات أجنبية وتبيع لها هل المادة هذه بدون رقيب ولا حسيب اليوم كما قلت لك هل ملف هذا قريبا قريبا سنترحه أمام القضاء وأمام الرأي العام وطبعا هناك شبكة كبيرة اللي هي موجودة وما زالت تنشط إليها حد اليوم اللي هي التساهم أساسا ساعات في أنها تعطل حتى أن نشاط الفصفات هي التساهم كذلك في خلق الإضرابات العشوائية حتى يخلى لها الجو وتقوم بأعمالها وهي مطمئنة البال كما قلت لها رقيب الحسيب اليوم المواسطة العسكرية ضروري أنها تأخذها ملف الفصفات في أيديها تصرف عليه وترجع الحق لأصحابها وترجع ثرواتها ينتفع بها أبناء الشعب التونسي ولا ينتفع بها قلة قليلة من القوانة والعملاء يعطيك الصحة أستاذ خلولي يقعد معايا نحكي على صفقات وهمية في الفصفات شركات النقل من بين الطرائف جبدوا نميرو كميونة طلعهم لواج يعني لواج تنقل الفصفات من الحوض المنجمي إلى قابس والسخيرة أيضا هناك بعض الشركات لأبرمت صفقة مع فصفات قفصها وسلمتها كوم خردة عوضا على شاحنات موجودة وقعدت تسركل ودفعت الدولة المليارات مقابل كدس خردة أحديد كيف كيف؟ فما شركات عندها 10 و 15 كميون لكنها تنقل أكثر من 500 فوياج من الحوض المنجمي إلى سخيرة تبعد على الحوض المنجمي 10 كم وإلا شنية الحكاية إذا كان مفميش معتها تناج وهمي يضاف إلى تلك الشركات أيضا هناك بعض الأسماء بعض الأسماء يتمتعون برخص نقول مضروبة رخص وهمية رخص مهيشي حقيقية وهم الآن من المقاولين المشهورين لينقلوا في الفصفات من الحوض المنجمي في اتجاه معتها الصخيرة وقابس كل هذه الملفات إن فتحت إضافة إلى قطاع الغيار وغيرها إلى الصفقات معتها الوهمية أنت العجالي أنت ريموركات أنت برشا حكايات صايرة في الحوض المنجمي استنزفت الدولة بالمليارات لكن إلى حد الآن ما تحلتش ما تحلتش لأنه يلزمها وقت ويلزمها معنتها دراسة يلزمها تحقيق يلزمها تدقيق وأحنا عنا حتى ملافات أكثر من هكة لأنه التلاعب بالمال العام التلاعب خاصة بهذه الثروة الحيوية هالفصفات اللي احنا بالحق نعطوها قيمة ويلزم نعطوها قيمة أكثر في المستقبل هذه موجودة موجودة حتى هناك أجور وأجور ورواتب اللي هي تدفع لأموات وفما ناس ما تبشيش تخدم أصلاً وتاخذ فيه رواتب هذا موجود وزادة بالألاف موش معنتها راتب مئات وإنما ب 2500 دينار و 3500 دينار هذه موجودة كيف كيف التلاعب عدد كما قلت أنت اللي فوياج نتعال الكماية نظمة اللي هما شركات خاصة اللي هي تنقل في الفصفات من مكان الإنتاج إلى مكان النقل هذا موجود لأنه التضخيم هذا هو التضخيم لأنه في نهاية الأمر ما فيماش واحد قلبه على الوطن المؤسسة وإنما العقلية الفساد التي نخرت أغلبية الناس هي أنه يستغل الموقع يستغل سلطه يستغل معنتها مكانه باش يتمكن من الإثراء الغير المشروع باش يولي من أثر أثرياء العالم هذا هو الموجود لكنه في نهاية الأمر هناك رب يحمي تونس وهناك كذلك مصار جديد لهو 25 جولي جاء لمقاومة هؤلاء هناك قيس سعيد هناك الأستاذ هذا اللي يبعث هنا ربي أصلا باش يجي وينجب يحل هالملفات هذه وعنده الشجاعة وعنده الجراء وعنده الإرادة السياسية أن نقدر باش يفتح الملفات هذه وقاوم جميع أشكال الفساد ومن كانوا محصنين ولا يمسون قبل 2021 وقبل ما يجي قيس سعيد اليوم نلقوهم قابعين في السجن وهؤلاء تعرفونهم ونعرفهم وكمال طيف واحد منهم موسيقى موسيقى